النادي العالي والاستعداداته للدوري الممتاز ايضا اخر استعدادات منطقة بمصر واطلالة عالمية على محترفين واخر النتائج العالمية ولكن في البداية الصراحة في امر مهم جدا انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكو لانه امر يصير الدهشة متلاقي جرنان كبير زي جرنان الاهرام كلنا مفيش حد ما ترباش على انه هو دايما يكون قارق لمقالاته دايما صفحة الرياضة في الاهرام من اهم الصفحات اللي الكل بيتابعها على مدار التاريخ ومؤسسات الاهرام من المؤسسات العريقة والكبيرة جدا اكبر الجراد على مستوى العالم فما تلاقي خبر بيتكلم بيقولك حملة ممنهجة وكتائب الكترونية لتشويه صورة حطب واتباره على التراجع عن موقفه وان الاهلي بيطلب من لجنة الولمبية اعتماد لقاحة النظام الاساسي وعادة اشهار النادي بعدين تلاقي يعني انا هرد على هذا الخبر ولكن تلاقي بقى قرنان كبير جدا زي جريدة الاخبار ياخد نفس المنشط بنفس الطريقة بنفس الصيغة وفي اليوم اللي بعده كابي بيست فهل وصلنا لمستوى الاعلام المهني لهذا الشكل كابي بيست نغيرا ما نغير اي حاجة حتى بغض النظر انه لست هكلمك على موضوع الكتابة الالكترونية ومن يعني يتعاون معها ومن يلجأ اليها ده بيبقى مين لكن هل من الطبيعي ان احنا نلاقي في جرنان كبير مؤسسة عريقة زي الاهرام الكل يحترمها كل يقدرها وبعدين تلاقي الاخبار ياخد نفس الخبر بنفس الشكل بنفس كل حاجة وبرضو كلنا بنحترم مؤسسة الاخبار هنا بقى الامر بقى غريب ومصير للدهشة ويرجع بقى كده مع نفسك تقول طب هو الكلام ده ليه والمصلحة مين وايه السبب وبعدين تعالوا بقى نخش بغض النظر ان انا ديسة بتكلم معاك بقولك اني قطي فيه نفسي نفسي الطريقة عملات الكترونية ومنهجة وكتائب وتشويه صورة حطب طيب اولا ما حدش بيلجأ ليه الموضوع الكتائب الالكترونية ده بقى جو الانترنت الا الفشل البني ادم او الادارة الفشلة او البني ادم الفشل او 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 هو اللي هيلجأ لهذا لانه مش قادر يوصل لمعدل نجاح فانا ايه اللي هتخليني امشي فيه هذا الاطار ايه لما يكون انا فشل طب تعالوا كده نرجع مع حضراتكم هذا الموسم نادي الاهلي ما شاء الله ماشي في المصاري الصحيح 100% على كل الاسعادة ناحية الرياضية دوري وكاس تمانية بطولات قرية فيه العلعاب الاخرى حاجة جميلة جدا وحاجة مش بتحدث كثيرة نادي الاهلي طوله عمره بياخد بطولات وماشي فيه هذا المصار على مدار 110 سنة وهذا الموسم دوري وكاس وحاجات اقليمية ماشية على مستوى الاسعادة في الرياضة على اعلى مستوى طيب تعالوا بقى نخش على الجانب الاخر جمعية العمومية نادي الاهلي كان له رأيه في اقرار لقاحته الخاصة وشايف ان دستور النادي الاهلي هو من يعبر عنه جمعيته العمومية وقانون الرياضة الجديد اللي صدر من قبل الدولة بيعايز يفعل دور الجمعية العمومية والارتقاء بمستوى الرياضة هو ده الهدف الاساس فاجل حضرتك واجه اقولك ان النادي الاهلي عمل وعقد جمعيته العمومية الخاصة حسبما يتراء الى مجلس ادارة النادي الاهلي حسبما جاء فيه اللوائح على يومين وحضر حوالي ما يقرب من 15 الف عضو جمعية عمومية وقال رأيه وهناك من قال لا تعجبني لقاحة النادي الاهلي وهناك 96% قالوا اه عجبني لقاحة النادي الاهلي وعجبني ما جاء فيها من بنود وهناك من قال نعم ولكن هناك بعض من البنود يجب ان تعدل هو ده السياق الديمقراطي وهو ده تفعيل دور الجمعية العمومية وهو ده المصار الصحيح فاذا انا كمشجع وراجل بتكلم معاك بالمنطق انا ماشي في مصار صح من ناحية الرياضية وباخد بطولات بعمل فائد ميزانية فوق النص مليار واجي فوق كل ده بقر ليحتي وبعتمدها باشراف قضائي اكتر من 45 قاضي موجودين والنيابة الادارية كانت ممثلة وتم توجيه الشكر لها والكلام كله بصوت وصورة على الملأ الكل شاهدة العملية كيف تم التصويت كيف تم حضور اعضاء الجمعية العمومية والموضوع ماشي في منتهى في منتهى الجمال ماشي بشكل صحيح إيه اللي هيخليني ألجأ للكتابة الإلكترونية وهذا الكلام وإيه اللي هيخليني ألجأ لتشويه سادي شام حطب إيه اللي هيخليني ألجأ لكل هذا الكلام مجلس أدارة النادي الأهلي ممثلا بكل من فيه من أول رئيس المهندس محمود طاهر لأعضاء مجلس أدارته نحن لنسنا في صراع مع أحد كأشخاص معالي الوزير رياضة خلد عبدالعزيز نفس الشيح محدش تطلع بتصريح واحد بيشوه سوري ولا المهندس محمود طاهر تلع قال أنا في صراع مع اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة كل الموضوع وكل الخلاف إن اللجنة الأولمبية طلعت لايحة استرشادية النادي الأهلي مش عجبات وأعضاءه رفضوها بعد إكرار جماعيته العمومية الخاصة وحط تحت الخاصة مليون خط ومليون بند ومليون زي ما انت عايش يعني دي جمعية خاصة واللايحة الاسترشادية جاء فيها أن من حق اللجنة الأولمبية تحديدا نصاب طاقة إذن لما نيجي كده بقى نبص بنظرة كده يعني إلى حد ما متماعنة أنا ماشي صح وموقف القانوني بيا من ميلة إيه اللي هيخليني إن أنا ألجأ لكتابي وإيه اللي هيخليني إن أنا أخش في صراع أنا ماشي في المساري الصح أنا عندي بداية دوري بستعدله عندي دوري أبطال أفريقيا دور التمانية عندي حاجات كتير أو أهم من أنا أخش في الكلام اللي بيتقال وللأسف في جرائد لها تاريخ ولها مصدقية وجرائد قومية زي الأهرام والأخبار ما ينفعش هذا لا يصح مع كامل الاحترام والتخدير لمن كتب هذه يعني هذه المقالات ما هو دليل أنت طالع بتكتب وبتحط منشتيات طب بناءا على إيه لما منيجي نتكلم في الإعلام وزي ما تعلمنا من كل أساتنا في موضوع الإعلام وهكلمك بقى في الأهرام وهكلمك على أستاذهك أين المرجعية فيين دليلك على اللي أنت بتتكلم عليه أنت بتتكلم من غير أي دليل وبتشوه وخلاص أنت اللي دلوقتي عايز تفتعل أزمة ما بين النادي الأهلي وما بين المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنت اللي عايز تعمل الأزمة هو ما فيش أزمة فيه خوانين والنادي الأهلي ماشي على هذه القوانين فيه قوانين والنادي الأهلي ماشي على هذه القوانين موقفه القانوني 100% صحيح ما فيش أي ما فيش أي مرجعية على اللي حضرتك تتكلم عليه على الرغم وأنا بقول لك بقى على الرغم ناحية التانية تعالى كده بص اللي جانة الإلكترونية ماشي على مين أو شغالة على مين فيه ناس ماشية بشكله بستراتيجية وفيه ناس فشلة مش لقيا حاجة تتكلم عليه وعلى مدار موسم كامل هذا الموسم ومن قبل هذا الموسم تعالى بص كده النادي الأهلي ماشي فقاني خطوات وماشي في إيه ده من تاني يوم جي هذا المجلس الجديد بقيادة المهندس محمود طهر أولا ما حدش حتى اداله فرصة إنه إيه الاستراتيجية بتاعته البلان اللي هو جاي يبديها لنادي الأهلي جاي يحط النادي الأهلي فقانهي مصاح وابتدت الحملات الممنهجة تشتغل الناس دي اشتغلت بقى في صمت الناس دي كان عندها بلان معين من كل النواح ناحية الأولانية إزاي أصل على سيطرة القروية داخل المحيط الإقليم وهو الدوري والكاس تعالى كده بص النادي الأهلي حقق كم بطولة دوري في الفترة الماضية ثلاث بطولات دوري عام طيب بطولة كاس مصر غايبة بقالها عشر سنين بطولة كونفدرالية الأول مرة فريق مصري يحصل عليه اثنين سوفر مصري كل ده كل ده وصلت ليه فاينال سوفر الأفريقي بدربات الجزاء كل ده في فترة الناس بتشتغل فيها في صمت وفي تقطير فتعالى كده على الناحية التانية الألعاب الجماعية وصلت فيها الفين وصلت فيها لبطولات كرية مش بس على الصعيد المحل ده انت بتاخد بطولات أفريقيا في الألعاب الجماعية ده حتى تنس الطاولة النادي الأهل يخد فيه بطولات أفريقيا طب اذا مين اللي ماشي بالفكر الرياضي الصح ومين اللي ماشي في اللجان الالفترونية فكر معايا كده وانت بتتفرج وشوف مين اللي رايح فين مين اللي رايح في ناحية اللجان ومين اللي رايح في ناحية الهجوم الغير مبرر والغير منطقي والغير واعي واللي ما عندوش أي مرجعية ومين اللي ماشي في المصاري الصحيح ودايما نبص على نفسك اين أنت عشان تعلم فين المصار لازم تعرف اين أنت عشان تعرف فين المصار لأن طول ما أنت ماشي في المساري الصح طول ما أنت هتلاقي للأسف للأسف الشديد ودي من الحاجات اللي بتصدمنا إن مؤسسات بهذا الشأ وبهذه المرجعية والمصدقية مع الجمهور الأخبار والأهرام كنت بتعرف منهم تاريخ البلد بتعرف منهم أخبار البلد ولكن بهذا الشكل في توجهات أخرى وتوجهات دي ليست في مصلحة الرياضة المصرية مرة تانية بقول إزاي كافي بيست بنفس المنشفت بنفس كل حاجة بنفس اليوم التاني في جريدة قومية فبأخي غير أي حاجة غير كده أعمل كده شوية إدتينج على المنشفت وخط أي حاجة عشان ما تبقاش بالشكل ده ولكن للأسف النواية هي 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 من تفضح النواية هي اللي بتفضح لأن ربنا شايف ربنا شايف مين اللي بيستغل ومين اللي عايز يضمه نادي الأهلي فوق الجميع الكيان أهم من الأشخاص وهو ده اللي حصل في الجامعة العمومية اللي أنا عقدت على يومين 15 ألف اللي حضروا ما كانوش جايين عشان خاطر شخص جايين عشان خاطر الأهلي فوق الجميع مش جايين عشان خاطر يسندوا شخص أو مجلس جايين عشان خاطر مستقبل النادي ولكن في ناس تانية مش تايفة كده في ناس تانية شايفة أن هما لازم يتكلموا خلاص اللي مش لقين حاجة ما هماش الله أنه ده أهلي بيكسر هتكلم في إيه قال لك لس المدير الفني بتاعه ما بيتحكش لما تطلع ناس بتتكلم في الرياضة وناس بقى إيه أصحاب أقلام وناس الواحد طول عمره بيتفرج عليهم عشان يتعلم وفاجأة يقول لك لس المدير الفني ما بيتحكش بقت مشكلة النادي الأهلي الفنية أنه مدربه ما بيتحكش مش هو بيكسب ولا ما بيكسبش مش هو عامل أرقام ولا مش عامل أرقام وللأسف بقى عندنا الحق بالحب والكر ما بقاش بالمنطقية والحب والكر لما بيخشوا داخل أي منظومة عمل النهاية بتاعتها هو الفشل ده آخر كلامي في هذا الموضوع واتدي معاكم بقى أخبار كرة القدم اللي الكل بيحبها والكل منتظرها كابتن حسام البدري في بداية استعداده للموسم الجديد مباراة طلع الجيش أول مبارياته إن شاء الله يوم 8 سبتمبر هيبقى يوم جمعة بداية الموسم الجديد النادي الأهلي فاز بالدوري الموسم الماضي باكتساح سيطر على بطولة الدوري وأنهاها قبل ما تخلص بأربع أسابيع النادي الأهلي وكابتن حسام البدري اكتفى بمعسكر في المعسكر اللي أقيم أمس الاثنين المغلق طبعا بمدينة 6 أكتوبر واكتفى كابتن حسام البدري بتمرينة واحدة وقال أنه خفف الأحمال البدنية على اللعبين خلال مران اليوم وكان جونيور أجايي عاد مرة أخرى للطريق عمل تدريبات منفردرة وكان أجايي انتظم بعد العودة والراحة وفي نفس الوقت قر الجهاز الفني إقامة مران يوم السلطاء على فترة واحدة في إطار المعسكر وعمل هذا اليوم الواحد في مرة واحدة في اليوم عشان تفتيت الحمل البدنية النادي الأهلي في فترة اللي فاتت كان في تمرينات على يومين عفوا على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية وهنا كابتن حسام البدري عشان أشتحل حضراتكم للناس اللي ممكن ما يبقاش وصلها ليه بيبقى فيه فترتين وفيه فترة واحدة بيبقى فيه تقسيم على الحمل البدنية على مدار الإسبوع بيجي كابتن حسام البدري مع أخصائي الأحمال وأيضاً أخصائي التفسير بيجي يتكلم على إزاي نوزع الحمل على مدار الإسبوع أنا عندي في الإسبوع من حوالي أربع أو خمس أيام أو ستة أيام تمرين حاستفاد منهم ووزع الحمل إزاي عشان على آخر الإسبوع أكون فرقتي جاهزة لبداية الإسبوع اللي يعقبه وفيه لقاء ودي إن شاء الله يوم الأربع عمام نادي النصر فالنادي الأهلي لازم قبل المباراة حيكون طبعاً يوم الثلاثاء هي آخر تمرينة قبل اللقاء فلازم ينزل بالحمل التدريب عشان فيه خلال اللقاء حيبقى فيه الحمل على أعلى مستوى من العلوم كابتن حسام البدري بيجهز لطريق طلاع الجيش الناس كلها بتتحدث عن الترجل ولكن الأهلي هيواجه الجيش قبل الترجل بداية موسيقى جديد نادي الأهلي دائماً يلعب إلى البطولة نادي طلاع الجيش الصراحة عمل بعض من الصفقات المهمة عودة طلاح أمين مهاجم طلاع الجيش السابق والإنتاج الحربي أيضاً نتعاقد مع عالي الفيل المدافع من حرس الحدود أيضاً نتعاقد مع محمد طارق أبو العز من المقاصة وأحمد الشيخ ولكن أحمد الشيخ من التحدي كانت أبرد صفقات طلاع الجيش اللي عملها فيه خلال الانتقالات فترة الانتقالات الصيفية عشان يجاهد بها نفسه للموسم الجديد عايزة أفكر حضراتكم أن النادي الأهلي فاز على طلاع الجيش في الدور الأول موسم الماضي 3-0 وفي الدور الثاني 2-1 والهدف الشهير لميدو جابر اللي كان فيه اللحظات الأخيرة وكان من أهم محطات النادي الأهلي في خلال الموسم الماضي لأن كان اللقاء طبعاً مصير وكانت تعادل حالة التعادل اللي هي اللي سايبة ويغلبة على اللقاء ولكن الهدف الشهير بتاع ميدو جابر إبقى نادي الأهلي ثلاث نقاط كانت غالية النادي الأهلي هيواجه نادي النصر ودياً على ملعب الهدف استقر جهاز الفني بفادة كابتر حسان البدري على مواجهة طريق النصر النصر صعد لدور الممتاز مواجهته ودياً على ملعب الهدف فيه الخامسة مساء الأربعاء المقبل بإذن الله على ملعب الهدف السادس من أكتوبر ودي المباراة الودية الأولى للنادي الأهلي السادة للموسم الجديد وحيلعب بعد كده مع طريق المنصورة في الرابع من سبتمبر المقبل هتبقى آخر اللقاءات قبل مواجهة طلاقة الجيش بإذن الله أكمل أخباري مع حضراتكو على أخبار النادي الأهلي والفريق الأول كابتن حسان البدري قرر منح لعبي الفريق راحة في أول أيام عيد الأطحى المبارك كل سنة وحضراتكو طيبين جهاز الفني طبعاً ده العامل المعنوي والعامل نفسه دي من الحاجات اللي بتفرق جداً مع اللعبين عنصر العامل المعنوي من أهم أربع عناصر فيه كرة القدم الجهاز الفني بكيادة كابتن حسان البدري أعطى للعيب الفريق راحة من التدريبات تأيوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الأطحى ويستعد نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكو لطلاقة الجيش هيعودوا تاني يوم مباشرة بعد بقى موضيع الدبح وطبعاً قضاء أول أيام العيد مع الأسرة ثم هيعودوا مرة أخرى للإنخراط في التدريبات استعداداً لمواجهة المنصورة والدين ثم تلاقع الجيش في أول لقاءات الدورية الجديدة نروح للعلعاب الأخرى وسيدات يد الأهلي بيستعد لأفريقيا بالمران في الجبل آه في الجبل فهي محركوا سمعتوا كده فري الأول لكرة اليد السيدات بيستعدوا لإنطلاق الموسم الجديد بالتدريبات اليومية بعد ذات تدريبات اليقى بدانية على الجبال بطريق بالبيس ثلاث مرات أسبوعياً أكد كابتين أسف صراحة المدرب العام الفريق أن تدريبات الفريق بالجبل تستمر معدل ثلاث مرات أسبوعياً خلال السبت والاثنين والأربع حتى شهر أكتوبر القادم تزامناً مع بداية مباريات الدورية يتقلص منين جبل إلا مرتين تم كابتين الجهاز الفني الفريق بيقابة كابتين نبيسة حسني مدير فني الكرة اليد لسيدات بالجانب البدني لأعدادهن لمنافسات بطولة أفريقيا اللي أصادفها الندي العالي خلال شهر إبريل القادم كذلك بدء الموسم المحلي واللي هنتظر في يوم 7 أكتوبر المقبل موضوع الجبل ده مش بس في النادي الأهلي يعني هقول لكم فكركم كده أن المدير الفني لفرنسا إيميجا كي وده واحد من عظماء التدريب في كرة القادم اللي خد مع فرنسا كاس عام 29 كان برضو بمراً لعبته في الجبل هي قصة في الجبل هي قصة أن أنا بعمل مقاومة عالية للعيبة عشان أخذ منهم أقصى حمل بدني وحاجة كده بنقول عليها الفرنس أو الأجليتي يعني إزاي يبقى عنده قوة حمل زائد مع التمرين الشاق إزاي يقدر يستحمل تمرين شاق ويفضل عنده معدل حمل بدني عادل وقادر إن هو يقديه ده الملخص بتاعي إن أنا ليه بعمل تدريبات الجبل أو ليه بعمل تدريبات فيها حمل عالي هي الاستمرارية في القدرة على الأداء وأنا بقدي حمل عالي وأنا بقدي أداء تمرينات شاقة صورة هي أمام حضراتكو وعلى فكرة بيبقى فيها كمان يعني مين الأول ومين الآخر وبقى فيها مكافئات للأول وبقى فيها عقاب على آخر حد وكلنا وإحنا لعيبة كان عندنا هذا التمرين ولكن بيبقى فيه كان كان بتبقى في المدرجات ولكن في هذا الشأن بيبقى فيها جانب تحفيزي بيبقى فيه من نفسه ما بين اللاعبات وما بينهم بعض وزي ما لخص لحضراتكو إن أنا إزاي أخذ من اللاعب أقصى حمل عنده وإنه يستمر فيه أداءه لمدة زمنية وإزاي يحارب بقى موضوع اللاكتك أسد وده حاجات من الحاجات اللي هكلمة مع حضراتكو في حلقات أخرى لأن ده موضوع مهم جدا فيه موضوع التدريب ولكن ده بيبين لك قد إيه نادي الأهلي مهتم في إنه يحافظ على السيطرة الإفريقية في كرة اليد والألعاب الأخرى نروح ليه المنتخب؟ نروح لحلم التأهل لروسيا 2018 حلم تأخر 27 عاما ولسه كابتن مجد عبدالغني فرحان وعمال بقى في كل حتى بالهدف اللي جابه في كأس العالم عام 90 الهدف الوحيد اللي احنا شفناه ونفسنا كان حد يصور عبدالرحمن فوزي واحد من الناس اللي جابت جوان في كأس العالم اللي مصر شاركت فيه عام 34 تتم متخب الوطني مساء أمس الاثنين تدريباته اليومية على ملعب برج العرب وبكرة يبقى فيه تدريب الساعة التاسعة صباحا قبل أن يتوجه بطائرة خاصة إلى كامفالا عاصمة أغندا لمواجهة المتخب الأغندي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من تصريات المواهلة اللي هي 2018 والرحلة هتستغرط خمس ساعة متخب مصر بفكر حضراتكم بيتصدر المجموعة برسيد ست نقاط من مجراتين متخب أغندا في المركز الثاني أربع نقاط وغانا في المركز الثالث برسيد نقطة والكونجو برازافيل بتتزيل المجموعة بلا نقاط عفوا وبعد ما يوصل متخب مصر إن شاء الله حيقيم مرون رئيسي في الثالثة عصر الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة وده نفس موعد المباراة يوم الخميس المقبل بإذن الله آخر حاجة شاركت فيها أغندا كان بلاعب رواندا في مبارتين تصدر أمم إفريقيا وكان كسب في أغندا في كامبالا ثلاثة أداف مقابل الشيء ولكن كسب في رواندا تننصف وهو اللي صعد بفرق الهدف ما بين المبارتين انتخب أغندا عنده دلوقتي اتنين مديرين فنيين موسى باسينة وكاجودا فريد كاجودا ده أو كاجويا المساعدة الآخر بعد ما المدير الفني السابق يعني تم الاستغناء عن خدماته دي مش حاجة تخليك تحس إن انت ليك اليد العليا انتخب أغندا مفهوش نجوم كبار تخاف منهم ولكن هو فريق بيلعب بجامعاته لو حركوا تتذكروا منتخب مصر واجهة أغندا في كأس الأمم الماضية وفاز بهدف مقابل الشيء كان أحرازه عبدالله سعيد اللي باين أمان حضراتكم في الجرج واللقاء لم يكن بالسعب منتخب أغندا في أرضه وسط جمهوره لن يكون صيدا سهلا فريق منظم بيلعب بجامعية فعنده أربع نقاط إذن عنده أمال عنده طموحات لقدر الله لو عمل نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر يبقى له حجور فده في حسبان المدير الفني هكتور كوفر وصراحة هكتور كوفر في اللقاءات الخارجية وأمام الفرق اللي بتلعب بشكل هجومي بيبقى أداءه أفضل لأنه هو بيلعب على موضوع كويت كاونتر أو المفتدات السريعة بينظم دفاعاته بشكل مهم جدا وبيعتمد على الأداء البدني هو ما شاء الله برضه عنده حظ كويس إن كتيبة المحترفين اللي بتشارك في الدور الإنجليزي والدوريات الأخرى زي مثلا الدور الصعودي عندنا كهرباء عندنا الحضري لو رحنا لتركيا عندنا قاسم باشا فيه تريزيجية ماشي بشكل كويس غير الدور الإنجليزي وكتيبة الدور الإنجليزي اللي ما شاء الله كلها بتتقلق على رأسها صلاح والمني وحجازي وأيضا في الدرجة الثانية شامفينشيف عندنا المحمدي بشارك وأيضا سام مورسي في ويجين أفلاتيك كل هذه المنظومة كريم حافظ بيجدد مع لانسا الفرنسي كل هذه المنظومة بتدي لهكتور كوبر أريحية ما يكون عندك وفرة في اللعيبة الجهزة بتديك أريحية أريحية إزاي؟ أنا كمان عندي نجوم النادي الأهلي وأيضا لعبة الأندية الأخرى زي الزمالك انضمه فبقى عندي وفرة بقى دلوقتي الناس بتفكر مين هيلعب فيه تحت الفراود وهلعب ضله ولا صالح جمعة مين هيبدأ فيه في الأمام رمضان صبحي ولا تريزي جيل مين هيبدأ راس حربة هيبقى كهرباء ولا عمر جمال كل هذه الإضافات اللي داخل منتخب مصر بتدي دعم جديد جدا لهكتور كوبر اللي تنظيمه هيبقى له الدور الأساسي في المباراة القادمة مباراة مهمة جدا لمنتخب مصر إن شاء الله تكلل بالنجاح ويبقى ثلاث نقاط أكثر من داعمة لتأهل فريق مرة تانية لتأس العالم والحلم الكبير هروح بحضراتكو من أوغندا وكمبالا إلى مدريد هروح إلى حضراتكو إلى نجم جديد اسمه ماركوس أسانسي صراحة هو واحد من النجوم اللي فرضت نفسها على الساحة واحد من النماذج اللي لازم نقولها ليه لعبينا إن واحد نجم كبير جدا موهبة كبيرة جدا ولكن الصبر وبعد ما صبر نال نال إشادة الجميع نال إن هو دلوقتي بيهدد عرش جارس بيل في قيادة البي بي سي في الأمام بي بي سي طبعا بنزيمة وجارس بيل وكريسيانو رونالد جارس بيل في الفترة الأخيرة مش هو جارس بيل جارس بيل ابتدت من مهور ريال مدريد تصفر عليه وتبتدي تديله صفرات استهجان هذا اللاعب الموهبة الجوهرة موليد مدينة فالمة في ميوركا كريج أكاديمية كرة القدم في ميوركا الذي انتقل إلى ريال مدريد في 2014 ولكن لم يأخذ فرصاته فتم أعارته إلى إسبانيول عفوا تم أعارته إلى ميوركا ثم عادة ثم تم أعارته إلى إسبانيول وإسبانيول ده النادي المنافس لبرسلون فنادي برسلون حاول كثيرا في الفصول على خدمات هذا اللاعب اللي تسجل مبارح هدفين ولا أروع من كده أمام بالانسيا وفي الأخير عادة مرة أخرى إلى ريال مدريد ولكن حينما عاد عادة مع زيدان وزيدان واحد من المواهب اللي لا تتكرر كثيرا وهو بيعرف إزاي يتعامل مع المواهب إدى أسانسيو زي ما إدى لإيسكو زي ما إدى للعديد من العناصر التبع وحول لك فريق ريال مدريد إلى فريق جماعي بيعتمد على المواهب ماركوس أسانسيو لعب لكل المنتخبات لسه واخد بطولة أوروبا فتحت 21 سنة مع عفوا نوصل للفاينل مع الفريق الإسباني وهزم أمام ألمانيا ولكن هو من اللعيبة اللي دائما بيده الإضافة لأنه لعيب على أعلى مستوى يمتلك العديد من الحلول رجلي الشمال عرف طريق المرمى شفنا حينما سجل في لقاء السوبر كلاسيكو أمام بارسلونا رجلي رايحة إزاي حتى الحارس تريستيجين كان بيتفرج على الكورة نفس الشيء شفناه مبارع وهو بيسجل في بالانسيا الهدف الثاني والهدف الأول برضو تزديداته بقدمه اليسرى عرفة ما كانها كويس قوي وفي الفترة اللي جاية سألوا كريستيانو رونالدو حينما أخذ جائزة أفضل لعب في أوروبا مين قادم؟ قال لهم ماركوس أسانسيو واحد من اللعيبة القادمين في سناء الكرة العالمية بالإضافة إلى بعض النجوم ولكن ماركوس أسانسيو كان أول ما انذكره النجم الكبير كريستيانو رونالدو ومن ريال مدريد هزعب إلى برسولونا وبرسولونا يقدم عطمان لنبيلي كثاني تحقات هذا الموسم بعد فولة عطمان لنبيلي من المواهب الفزة هو موريتاني الأصل فرنسي الجنسية كان يلعب فيه فريق بروسيا دورتموند والصراحة عمل موسم أكثر من رائع وما تعرفش هو بيلعب بأنه رجل يعني رجلين ينين زي الشمال حاجة جميلة جدا مع دورتموند فيه خمسين مباراة أحرز عشر أهداف وصنع 22 أسيست وهو ده اللي دفع فريق برسولونا أن يدفع 105 مليون يورو عشان يحصل على خدماته لعب فيه كل المنتخبات وأخيرا شارك مع الفريق الأول للمنتخب السرنسي اللي فيه كثيبة من النجوم ولكن هو واحد من المواهب القادمة بسرعة الصاروخ وأول تصريح ليه قال أنا الآن في أفضل نادي في العالم كان فيه كلام كتير جدا أني هل هيستطيع برسولونا أني يتعاقد معها أم لا برسولونا عنده فروس كتير جدا بعد صفقة نيمار ومن قبل صفقة نيمار وده كان أول الصفقات اللي بيحاولوا يعودوا بها رحيل نيمار إضافة إلى أن هم اقتربوا كثيرا من ضم اللاعب ليبرفول فاولو كوتيني أروح لخبر الناس كلها حب أنها تسمعوا محمد صلاح مع بي بي سي البريطانية يدخل التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في الدوري أنجلي للصراحة محمد صلاح من أفضا ماتش رجل اللقاء في اللقاء الماضي ما بين ليبرفول والأرسنل أربع أهداف مقابل لشيء صلاح صنع هدف ويه سجل الأه ولما سجل محمد صلاح جري أكتر من خمسة وستين ياردة يعني لو حركتها تتكلم ممكن يتكلم في حوالي خمسة وخمسين متر خمسة وخمسين متر أو أكتر عاد ما هتعرف الحق ولدرجة أن جمهور الأرسنل نفسهم وهم بيشاهدوا السترينت الصاعة لمحمد صلاح ودفاعات الأرسنل ما حدش حتى عارف يقرب منه كان لهم فيديو متفاعل وأحدهم يعني طلع وصرح أن محمد صلاح بيجري زي نجوم الكارتون ما بيجروا كده في الكارتون ما تبقاش شايف رجليهم ما شاء الله إضافة كبيرة جدا لفريق ليبرفول ما شاء الله فخ لكل واحد مصري وعربي نشاهد نجم بقوة محمد صلاح اللي بيرد على كل الناس بقى اللي قولك استصلاح ماينفعش في الدوري الإنجليز صلاح أصله ماينفعش في الدوري كذا ونحن عندنا متحب الفهلوة ومتحب الهاكس عندنا هكس وفهلوة كثير جدا 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 ولكن محمد صلاح بيرد على كل هذه الأكذيب تعالى نروح نصوف مشجع الأرسنل قال إيه على محمد صلاح بيقول لوك عبد ويهي رنز محمد صلاح وبعد كده عمل حركة اللي حركه شايفينه ولما راح الإفريقي نفسه يتكلم بالشكل ده عن سرعة محمد صلاح لازم تعرف كيمة هذا النجم العظيم ما شاء الله ربنا يوفقه في رحلة احتراف وهو وكل لعيب المطرين أيضا رمضان سطحي عمل أسيس رائع في ماتش توف سيتي أمام مستوى مش قلبي نبتدر يخش في الأجواء ده كان آخر خبر معنا النهاردة حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة